السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم رح نحكي عن انتقال عطارد لبرج الحمل طبعا يعتبر حدث مهم جدا وايضا تأثيراته رح تكون ممتازة جدا لجميع الابراج وكل برج لازم يعرف يعني برجك وطالعك بدك تسمع عشان تعرف ايش اللي رح تستفيده من وجود عطارد وايش اللي لازم انت تعمله عشان تستفيد طبعا عطارد رح ينتقل لبرج الحمل الساعة 47 دقيقة من صباح يوم الأحد 19-3 ورح يستمر وجوده بالحمل لغاية يوم 3-4 ساعة 25 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طيب عطارد هو مسؤول عن ايش يعني تأثيراته على ايش بتكون كوكب عطارد هو المسؤول بتأثيراته على القدرة على التفكير والتركيز ونقل الأفكار إلى الغير وتقوية الذاكرة وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات والإقناع وأيضاً له علاقة بالتعليم بالدراسة بالمدارس بالأمور اللي زي هيك صفاته بالنسبة لصفات عطارد إذا كان سعيد يعني في التوقعات اليومية لما أحكي عطارد سعيد معناته هو رح يعطينا الفضول العفوية قوة الاتصال التعبير عشق الحرية قوة التفكير وتحليل الأمور وكثرة الحركة بشكل كبير يعني اتصالات حركة والأمور ما بينها طيب لما يكون منتحس بعطينا العصبية بس هي العصبية وممكن نتسرع في بعض في أحكامنا في قراراتنا في كلامنا نكون عنفين هيك بالكلام ولكن هي العصبية لأنها هي اللي بتخلق التسرع بالنسبة لكوكب عطارد هو يعني بناش ندخل بالمعلومات العلمية أنه أسرع الكواكب وأقربها للشمس وبدور مع الشمس وهي الأمور إحنا يعني تقريبا صار الكل عارفها أو مش كثير ناس بتهتم ملها عشان هيك خلينا ندخل بصلب الموضوع عطارد لما بيكون في حركة أمامية دايما هو يعني زي ما هو هسه بده ما هو لحد الآن في الحركة الأمامية ورح يظل بالحمل بالحركة الأمامية بنكون أكثر قدرة على التركيز والتفكير وبيجعلنا نحب يعني أو عنا القدرة على خلق الأفكار الجديدة والمغامرات الفكرية ولكن ممكن نصبح نافذين الصبر مع الخصوم أو مع المعارضين خلال فترة الأسبوعين المقبلين بيشعر موليد برج الحمل برغبة كبيرة بالدراسة والمطالعة والسفريات قدرة على الإقناع يعني نشاط عالي جدا وبتكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وبيستفيد معهم في ذلك موليد الأبراج النارية والهوائية لأنهم يعني بعطي إيجابية للاثنين اللهم القوس والجوزاء والميزان ادلوا وكمان كل شخص لما انولد كان عطارد أساسا موجود في برج الحمل عنده فيعني فيه إشي له علاقة قوية جدا رح تكون خلينا بس نوصل لتوقعات جميع الأبراج وأنتو رح تعرفكم طيب إيش اللي بتتوقعوا يا سعيد أكثر إشي رح يكون ملفت للانتباه بسبب وجود عطارد بالحمل أول إشي عطارد يعني رح يعمل نوع من أنواع الاكتشافات الجديدة فممكن يتسرب معلومات لها علاقة باكتشاف جديد في مجال التكنولوجيا أو الإلكترونيات أو الاتصالات أو السيارات يعني التكنولوجيا بإجمالها وبرضو ممكن يعطينا تسريبات أو اكتشافات إلها علاقة بالعقاقير الطبية الناجحة اللي بينولد أساساً وبكون عطارد عنده بالحمل هدولة يعني بيميلوا للتفكير بسرعة واتخاذ قرارات بسرعة أيضاً يعني سرعة اتخاذهم للقرار والتفكير بلمحة بيكون فكر وقرر وأصدر قراره طيب خلينا نوصلنا إحنا خلينا نشوف إيش تأثيراته على جميع الأبراج ولكن قبل ما ندخل حطيتوا لايك وديسلايك وشير ومير وفير والأمور هاي ولا برضو بتكونوا تقولوا ناسين أو قسم بتقول إحنا من الكهرب يعني شوفوا إنتوا اللي بتكونوا إياه وعملوه برج الحمل بالنسبة لما أوليد برج الحمل واللي طالعهم حمل عشان بظل يسألوني هو البرج ولا طالع اتنين اللي برجهم واللي طالعهم حمل طبعا عطارد فبرجكم يعني رح يعطي دعم بمشاريعكم الأدبية الثقافية بيزيد رغبتكم الفترة هاي بالقراءة المطالعة اللي بيشتغلوا في مجال التأليف كتب أدب شغلات زي هيك وبيستفيدوا الطلاب عموما في إنجاز أي شيء تراكم عليهم من دروسهم بتكثر عندكم الحركة والتنقلات والاتصالات وبتشهدوا فترة غنية جدا في التواصل مع الآخرين وبتمتلكوا قدرة استثنائية هاي الفترة على إقناع الآخرين بأفكاركم ومشاريعكم المختلفة وبيكون لمظهركم وسلوككم تأثير واضح على المحيط عشان هيك نقول لك استفيد قدر الإمكان هاي الفترة برج الثور طبعا عطارد هيك بيكون لما دخل على الحمل يعني وصل لبيت المتاعب عشان هيك بيخلي موليد برج الثور واللي طالعهم ثور يهتموا كثير بالأمور الغامضة أسئلة عن الحياة الكبرى عن الحياة المورائية عن أي شيء مغيب وبتحاولوا إدراك جوهرها والبحث عن أسرارها أو تعمق فيها أو استكشافها ممكن تأخذك الرغبة للاهتمام بالأمور الدينية أو الغيبية أو الفلسفية وبتقبلوا على قراءة الكتب المتعلقة بذلك أو التواصل مع أشخاص بيشتغلوا في هاي المجالات بيكون عندكم تأثير خفي وغير مدرك في وسطكم المحيط على حسب طبيعة عملكم بتأثروا على الكل بهدوء وبتعملوا على يعني هيك عندكم قدرة فطرية في تسيير الأمور خلال هاي الفترة وممكن تجدوا حلول للتخلص من المشاكل والصعوبات اللي بتعوكم برج الجوزاء هيك بالنسبة لما وليد برج الجوزاء عطارد رح يكون في بيت الأصدقاء يعني الأصدقاء والعلاقات الاجتماعية فبيجعل عندكم قدرة على الحوار مع الأصدقاء فبتمتلكوا الرغبة والقدرة على إقناعهم وتبادل الأراء البناء والخلاقة لا سيمائسية ما فيما يتعلق بإنجاز بعض الأمور العلمية أو الفكرية يعني ولكن هي بالحوارات إجمالا أنت رح تكون سيد الموقف وبرضو بتكون مصدر إلهام للآخرين وبيظهر تأثير مباشر من خلال عبارات المديح الإطراع اللي ممكن أنك تعزز من شخصيتهم وبتميزهم أيضا فترة جيدة للتخطيط لمشروع تشاركي إنمائي وممكن أقوم بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقائك علاقات اجتماعية واسعة وفوقت مكاسبك كلها رح تكون من هذا الباب برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا هنا عطارد رح يكون في البيت العاشر اللي هو بيت السمع الاجتماعية وأيضا الترقيات يعني بمعنى آخر أنه رح يحمل لكم علاقات طيبة مع المسؤولين عنكم بمجال العمل ورح يكون صوتكم مسموع لديهم ومعنكم هيك ممكن يعني تأخذ أفكاركم أو تأخذ أفكاركم على محمل الجد أو تجد طريقة طريقة للعلن عن طريق مشروع أو ترقيه أو موافقة على طرح أنت بتطرحه كما أنه بكون عندك بتكونوا قادرين هاي الفترة على تحسين صورتكم الاجتماعية وإظهار جوهرها الحقيقي أمام الآخرين ولكن عليكم أنك تكونوا واضحين وبعيدين جدا عن الرمزية والضبابية والأشياء المشواضحة يعني أنك تكون واضح تماما ممكن تسمع خبر جيد بخصوص وضعيتك المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص دون فود برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا هنا عطارد رح يدخل على البيت التاسع بيت السفر البعيد والهجرة والدراسات العليا والاتصالات والحوارات فبيفتح أمامكم الفرصة أو فرص كبير للقيام بذلك ورح يتكون فترة مناسبة لا إقناع أشخاص بقيمه خارج البلاد أو منظمات دولية أو جامعات للتعاقد أو سفر بهدف الدراسة أو العمل أو حتى الهجرة وبتقدر تربط علاقاتك وتتعامل مع الغرباء بشكل جيد ورح تجدوا دعم كبير في حال استطعتم الاستفادة من أفكاركم في هذا الموضوع كل إشي بتخططوا إلو في هاي الفترة رح يجد طريقه للتحقيق في القريب العاجل عشان هيك بتكون تستغلوا الأسبوعين هذولا بترتيب أوضاعكم وطرح أفكاركم غير الفوائد الأخرى اللي ذكرناها برج العذراء بالنسبة لمولية برج العذراء طبعا القمر في البيت الثامن معناته كل التفكير رح يكون حول ضبط أمورهم المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي معك شريكك فيها فترة جيدة لإتمام المعاملات العقارية أو الإرث أو قرد بنكي أو طرح أفكار متعلقة بذلك رح تصلوا لأي شيء بيرضي الطرفين في حال وجود أي خلافات مالية أو في الرأي يعني أي خلافات ممكن تنحل خلال الأسبوعين هذول كما أنكم رح تجدوا أنفسكم بتعملوا على خلق الأفكار والابتكار وابتكارها في تحسين المنزل تربية والترتيب وطريقة جيدة العلاقات العائلية ممكن هذا الأمر يعكس إيجابية على نفسيتكم أكثر أهم شيء أنه ما تبالغ كثير في التدقيق أو النقد أو توجيه الملاحظات المباشرة للآخرين رح تجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات أو الالتزامات برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا هنا عطارد رح يكون مقابلكم تماما في البيت السابع بيت الشراكة رح يفتح أمامكم أبواب وتصير الأبواب مشرعة لتبادل آراء والوصول لأي شيء بيرضي الطرفين في العلاقات العاطفية خصوصا الأشخاص الحبيبة والمتزوجون وحل أي مشكلة عالقة ممكن يجد فيكم الشريك العاطفي مثالا حقيقيا أما في مجال العمل فهي الفترة المناسبة أيضا للدخول في شراكة عمل حقيقية بتعود عليكم بالنفع والربح واللي بتكون عنده قضية قضائية شوي عليها بعض المشاكل خصوصا في المحاكم يعني أو دور القضاء هاي الفترة عليك أنك تستفيد من هاي الفترة قدر الإمكان لأنه في عندك قدرة على الإقناع وحل المشاكل لمصلحتك وهاي فترة مناسبة أيضا لتسوية الخلافات والنزاعات أيضا لصالحك برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا عطارد الآن في بيت الصحة يعني البيت السادس الليل وعلاقة بالعمل والصحة فعشان هيك هاي الفترة بيركز عطارد على تدعيم علاقتك مع زملائك بالعمل وبصير العلاقة مرضية جدا وبيكون لكم تأثير إيجابي عليهم ممكن تجد بعض أفكاركم طريقة للتحقق في إطار العمل اللي بيكون عنده مشروع عليه العمل على إنجازه هاي الفترة كما إنها هاي الفترة الأفضل للدخول في برنامج صحي أو غذائي مناسب بيعود عليكم بأي شيء بترغبوه والعاملين في مجال الطب والصيدلة بتكون فترة مناسبة لاكتشاف عقار طبي أو طرحه في الأسواق أو لإنجاز عمل جراحي مهم جدا كمان هاي الفترة بتزيد من حيويتكم ومن صحتكم أيضا برج القوس بالنسبة بالنسبة لموليد برج القوس طبعا هنا عطارد رح يدخل على البيت الخامس اللي هو بيت الحض وبيت العاطفة فعشان هيك بيجعل موليد برج القوس ينشط في كل الأمور المتعلقة بالمتع العقلية والفكرية والأدبية وبكون تأثيرهم كبير في الوسط المحيط ممكن يجدوا فيهم الكثير يعني أكثر الناس اللي بتعملوا مع القوس رح يجدوا منهم قدوة أو مثالا يحتذا به وبيحطوا أولادهم على الدراسة ممكن هيك يعني يصير في نوع تتلقوا كثير من المديح والإطراف في هاي الفترة على أي شيء بتنجزوا هاي الفترة ممكن تخلقوا جو من الأفراح والمرح في كل مكان بتكونوا فيه بتعرف لقاءاتك أنه بالفترة هاي بتكون ممتعة وبتكون لها أثر طيب على حياتك العاطفية وممكن تقضي أوقات ممتعة كما هاي الفترة مناسبة للتاليك للنشر بالنسبة 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 للكتاب والشعراء رح تكون مميزة كما أنكو رح تهتموا بهاي الفترة بأي شيء بينجزوا أبناءكم من إبداع وبتكونوا مصدر دعم وإلهام بالنسبة لألهم برج الجدي بالنسبة لما أوليد برج الجدي طبعا التركيز رح يكون على البيت الرابع أكثر فهاي الفترة وجود عطارد في البيت الرابع بيجعلكم أصحاب تأثير عالي جدا على أفراد أسرتكم وفي إعلاقاتكم مع الأب على وجه الخصوص التقرب بيصير عالي جدا وأيضا التعامل ما بينك وبينهم ما بينك وبين الأب بيصير عالي جدا تجد نفسك مدفوع إلى إدخال أفكار جديدة على نمط السلوك والتصرفات داخل المنزل وبيكون لها صدى إيجابي وتأثير كبير ممكن تحمل بعض المسؤوليات الملقاة على عادقك وتكون النتائج جيدة لأنك عندك قدرة لأنك تحمل هاي المسؤوليات بتنصب أفكارهم لما أوليد برج الجدي حول شؤون عقارية بيتية عائلية يعني ممكن استجار بيت من قلة بيت جديد تعمل صيانة تصليحات مناسبات هاي الأمور وممكن تسمعوا خبر مفرح بخصوص عائلتكم وهي فترة مناسبة لتغيير محل الإقامة أو القيام بمشاريع متعلقة بالمنزل برج الدلو طبعا بالنسبة لموليد برج الدلو القمر موجود في البيت الثالث فتعتبر هاي الفترة هي الأنسب للتنقلات والسفريات القريبة أو القصيرة التبادل التجاري اللي ممكن يعود عليكم بالأرباح وبرضو بتجدوا حلول مهمة وجوهرية لتخلص من بعض المشاكل العالقة بيستفيدوا الطلاب وخصوصا طلاب المرحلة الابتدائية أو المرحلة اللي هي ما قبل الجامعة ابتدائي ثانوي الأمور هاي اكثير في هاي الفترة طبعا التركيز على دراستهم دفع بها للأمام بتكون النتائج مرضي جدا وبكون لكم تأثير واضح على أخوتكم أخواتكم من خلال الحوار وتبادل الآراء زي ما حكينا بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وممارسة هواية وبعض مواليد هذا البرج ممكن يشتروا سيارة أجهزة إلكترونية هاي فترة برضو مهمة للقيام بأسفار ودراسة وعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية وبرضو قدرة على الإقناع عندكم رهيبة برج الحوت طبعا هيك أطارد رح يكون في بيت المال فمعناته اللي هو البيت الأول الثاني لإلكم فعشان هيك رح يكون التركيز العلاقة بالوضع المالي يعني بمعنى آخر رح يدعمك كثير في الأفكار اللي بتتعلق بكسب المال والدخول في علاقات مالية مهمة مع بنوك مصارف حلول لبعض الأمور المالية وهذه فترة مناسبة للتخطيط المالي أو إنجاز مشروع مهم وبكون نتيجة ممتازة جدا للتواصل مع أشخاص ممكن يقدموا لكم نوع من أنواع الدعم نتيجة إقناعهم بأفكارك الطموحة لأنه الفترة هاي أي شيء بيتعلق بجلب المال أنت عندك قدرة عليه استفيد ما أمكن من قدرتك على الخيال وخلق القدرة على خلق الفكرة والإبداع حسب طبيعة عملك منكم أشخاص ممكن يسمعوا خبر سار بخصوص عملهم أو يحصلوا على أرباح سريعة ومفيدة وهذه فترة مناسبة للمعاملات التجارية والعمل الإضافي شفتوا ما حكت لكم حطوا لايك وديس لايك وكومنت وشير أنا خلص يعني ما رح أحكي لكم هذا الحكي ما رح أذكركم فيه بأنه أنتوا بدكوش هذكركم هيك منكون انتهينا من أخبارنا الفلكية لانتقال وطارد للحمل والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء